أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء في عضوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا فيما ارتفع عدد الجرحة إلى نحو 13400 جريح من جانب آخر صرح المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين ربما يعرض للخطر الموارد الإنسانية المحدودة بالفعل والتي تمس الحاجة إليها في أجزاء أخرى من العالم وقال فيليبو جراندي إن المفاوضية قلقة من احتمال أن تمتد الحرب خارج إسرائيل وغزة استشهد 21 فلسطينيا وأصيب 79 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف إسرائيلي على خان يونس وجنوب قطاع غزة وأفادت مصادر بالقطاع بأن القصف الإسرائيلي استهدف ستة منازل مأهولة بسكان بالتزام في خان يونس وأشارت المصادر إلى أن ثمانية من الشهداء من عائلة واحدة كما قصفت القوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف أو تركز القصف على حي الزيتون والشجاعية مما تسبب في هدم عدة منازل كما تواصل القصف على عدة مناطق في القطاع ترجمة نانسي قنقر